السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي في أسرع دعاء لتفريج الكرب يا شيخنا تعالوا نعرف بعضا من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكيد إن الدنيا دلوقتي مليانة ابتلاءات وأكيد برضو إن أي إنسان بيبتلى بأي ابتلاء بيتمنى إن ربنا يفرج عنه الكرب في نفس اللحظة عشان كده دلنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسرع دعاء لتفريج الكرب إيه هو نصلى عليه برضو صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كلمة رجل تشمل رجل أمرأة ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه قالوا بلى يا رسول الله إيه هو بقى الدعاء ده قال دعاء ذنون يعني دعاء صاحب الحوت اللي هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام قال دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هنقف هنا بس عند لفظة في الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به خدوا بالكم ففرج عنه ما قالش سيفرج عنه أو هيفرج عنه تمام إنما قال ففرج فجابها بفائل التعقيب والسرعة اللي بنسميها فائل فرج اللي هي تفيد السرعة يعني من مجرد ما يقول هذه الكلمات يأتيه الفرج في التو واللحظة وبعدين جابها بصيغة الماضي ما قالش سيفرج عنه أو يفرج عنه إنما قال ففرج عنه يعني خلاص يعتبر كأن البلاء قد فرج عنه تماما في التو واللحظة قال جل وعلا وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أو فتأكد أننا لن نضيق عليه فنادى في الظلمات تلت ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تيجي فائل تعقيب والسرعة اللي بنسميها فائل فرج فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين أي كما أنجينا يونس عليه السلام من ظلمات الليل والبحر وظلمة بطن الحوت كما أنجيناه من تلك الظلمات الثلاثة وأخرجناه من بطن الحوت بفضل الله سبحانه وتعالى فكذلك كل مؤمن يكون في بطن الشدائد والمحن والابتلاءات سنفرج عنه كربه ونخرجه من تلك الابتلاءات بفضل الله في أسرع وقت إذن فعلينا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام نكثر منه على قد ما نقدر فده أكثر دعاء يكون سببا في سرعة تفريج الهم والكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يفرج هممكم وكروبكم وأن يوسع أرزاخكم وأن يخضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته